أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء الذي ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم قال الله عز وجل مرشدًا عبادة في مثل هذه المواضع أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أي لا تملها عن الهدى بعد إذا قمنا عليها ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمةً تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانًا وإيقانًا إنك سبحانك ربنا أنت الوهاب الذي تهب هذا الشيء في قلوبنا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف على قلبي على قلب على دينك ليش؟ لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن نسأل الله عز وجل أن لا يزيغ قلوبنا ربنا إنك جامع الناس ليومٍ لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هذا التفات من الخطاب ربنا إنك جامع الناس ليومٍ لا ريب فيه إن الله بدأ يخاطبون إن الله لا يخلف الميعاد وفائدة التفات من الخطاب هنا إلى الغيبة التنبيه ولو بقي دون التفات لقال إنك لا تخلف إنك لا تخلف الميعاد يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن الكفار أنهم وقودوا النار أي حطبها الذي تسجر به وتوقض به كما قال سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون وأن أموالهم وأولادهم لن تغنيهم من الله سبحانه وتعالى من الله شيئاً كما قال سبحانه لا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذِّبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ثم قال سبحانه وتعالى كدأب آل فرعون قال ابن عباس كدأب أي كصنيع آل فرعون واجتهادهم والدأب هو الصنع والحال والشأن والأمر والعادة فكدأب آل فرعون أي كصنيعهم ومن المفسرين من قال كسنة آل فرعون أو كفعل آل فرعون أو كشبه آل فرعون وكلها تفسيرٌ بالمقارب كلها صحيحة وآل فرعون منهم؟ أولاده؟ أتباعوا أحسنتم فإن الآل في القرآن يُطلق على الآل بمعنى الأتباع ويُطلق على الآل بمعنى الذُرِّيَّة كما سيأتينا إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران كما سيأتي إن شاء الله والله شديد العقاب أي شديد الأخذ أليم العذاب لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيءٌ سبحانه وتعالى ثم قال الله قل للذين كفروا ستُغلبون أي قل يا محمد للكافرين ستُغلبون في الدنيا وتُحشرون أن يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد ويذكر المفسرون سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشاً فاليهود كانوا جيران النبي صلى الله عليه وسلم على أطراف المدينة فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال إنك والله لو قتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا شوف سبحان الله تشابه الآباء بالأجداد الآن الغرب يقول نحن القوة العظمى الكبرى مثل أنك يقولون أن وبعد سنوات ماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ها أجلاهم بمصداق هذه الآية قل للذين كفروا ستغلبون أي قل لهؤلاء اليهود الذين قالوا لا يغرنك يا محمد أنك قتلت قريش ماذا ما يعرفون القتال لكن نحن اليهود نقوة ونعرف الحيال لكن قال الله لنبي قل يا محمد إنكم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وقد فعل الله عز وجل بهم في سنوات يسيرة ثم قال الله قد كان لكم آية عبرة في فئتين التقت يقصد ماذا في بدر فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى ها كافرة أو تقاتل في سبيل الطاغوت كافرة لكن لماذا لم يقل تقاتل في سبيل الطاغوت قال قد كان لكم آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يعني التقابل إما أن يقول فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى تقاتل في سبيل الطاغوت أو يقول فئة مؤمنة وأخرى كافر فلماذا قال الله هنا فئة تقاتل في سبيل الله وقال في مقابلها كافرة قال العلم رحمه الله هذا من بلاغة القرآن وذلك بأنه يكتفي بذكر أحد الوصفين عن الآخر فبين لنا بذكر وصف في محل وتركه في مكان آخر وترك وصفه ما يقابل الآخر أن الفئة التي تقاتل في سبيل الله هي فئة مؤمنة من أين أخذنا مؤمنة؟ من مقابلها كافرة وأن الفئة الكافرة تقاتل في سبيل من أطاوت من أين أخذناها؟ من قوله تقاتل شفتوا بلاغة القرآن بلاغة في منتهى اليسر والسهولة لكن تحمل هذه المعاني العظيمة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ثم قال الله يرونهم مثليهم رأي العين من الرائي ومن المرأي؟ فيه خلاف بين المفسرين من العلماء من قال إن الرائي هم المسلمون يرون القريش يرون الكفار في بدر مثليهم رأي العين واضح يا أخواني هذا القول الأول الضعف ومن العلماء لكن يشكل على هذا القول ما هو؟ كم عدد المسلمين في بدر؟ ثلاثمائة ويزيدون ثلاثة عشر رجل ثلاثة عشر رجل الكفار كم؟ يزيدون عن تسعمائة قليلة ولا لا؟ قليلاً فهذا يشكل على الواقع ولا لا؟ هذا المفهول ولذلك قال بعض المفسرين أن الرائي من؟ الكفار يرون المسلمين مثليهم رأي العين حتى إيش؟ حتى يخوفهم إذن قولاني لأهل العلم لكن نجيب عن القول الأول نصحح القول الأول نقول أن لا إشكال يرونهم مثليهم ابن عباس رضي الله عنه ورد عنده رواية أن المشركين في بدر ستمية ولذلك على هذا القول هل هناك إشكال؟ ليس هناك لكن الواقع والصحي والمثبت في كتب السير والتاريخ أنهم إيش؟ يزيدون عن تسعمائة لكن قال العلماء رحمهم الله أن مثليهم أن المسلمين هم الذين رأوا وأن مثليهم صحيح لأنك إذا قلت عندي ألف درهم وأحتاجوا مثليها كم تحتاج؟ كم يا أخواني؟ المجموع كم؟ إذن المسلمون كم ثلاثمائة؟ ورأوهم مثليهم؟ معناه ستمائة رأوهم كم؟ مثليهم وهم؟ إذن المجموع كله كم؟ تسعمائة إذن المجموع تسعمائة فيكون الرائع هنا المسلمون وعلى هذا التوجيه يكون الجواب صحيحاً لكن على هذا كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى إذ يريكموهم في سورة إيش؟ الأنفال إذ التقيتم في أعينكم قليلة يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلة ترون المشركين إيش؟ قليل ويقللكم في أعينهم كيف نجمع بين هذا وبين رؤيتهم الضعف؟ سواء كان الرائع المسلمون أو الرائع المشركون كيف نجمع بينهما؟ الجمع سهل ويسير الحمد لله كنا اتفقنا على أنه لا يمكن أن يتعارض تتعارض آيات القرآن الجمع جيد أنه في حال دون حال يعني في حال رأوهم قليلا في بداية اتفاف الصف أنت لما تشوف صاحبك ضعيف أو لا؟ يعني تهجم عليه يشجعك على الهجوم ولذلك قتم الآية بقوله تعالى ليقضي الله أمرا أي تلتقوا فلما التقوا أنت يوم أنك ظنيت أن الذي أمامك ضعيف يوم أنك بلشت وخلاص دخلت في المعركة اكتشفت لا رجل قوي جدا كانت الصدمة عليك أكبر فنصر الله عز وجل ولذلك لا تعارض بين هذه الآية وبين ماذا وبين آية الأمثال فإنه في حال أراهم الله ليقضي الله ليلتقوا ليشجعهم على اللقية فلما التقوا ايش ها اشتد اشتدوا أراهم الله عز وجل ذلك على حقيقتهم لتقوى العزائم لتقوى العزائم لمن ها لتقوى عزائم المؤمنين عزائم المؤمنين ويوهن الله عز وجل عزائم الكافرين ثم قال الله سبحانه وتعالى والله يؤيد بنصره من يشاء وقد أيد نبيه صلى الله عليه وسلم إن في ذلك إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لمعتبر لمن له بصير وفهم ليتدبه ثم قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء شوف بلاغة القرآن يا أخواني الله قال زين للناس حب ايش حب النساء والبنين ولا حب الشهوات ها وشال فرق اي وشال فرق لا 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 لأن حب النساء والبنين واذا شيء منه محمود وشيء منه ايش مذموه شيء منه محمود ولذلك لا تحب هذه الإسراء حب شهوة مجرد عن نية صادقة واضح ولذلك قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات نص الله عز وجل على الشهوات من الأشياء المذكورة ها لأنها قد تحب كما قلنا لمصالح سامية أما إن كان لمجرد الشهوة والفخر فهو مذموم ذكر الله كم صنف في هذه الأشياء سبعة سبعة أصنا النساء البنين قناطير الذهب قناطير الفضة الخيل المسومة الأنعام الحرث كل هذه شهوات الدنيا في شهوات تخرج عن هذه الأشياء غالب هذه غالب شهوات الناس إنما تدور في فلك هذه الشهوات السبع فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء أضر على الرجال من النساء ثم ذكر الله عز وجل إيش البنين البنين ولذلك الولد مجبنة مبخلة ثم قال الله سبحانه وتعالى والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقنطار القنطار يا أخواني ذكر العلماء له يعني كميات كبيرة كثيرة والصحيح أن القنطار يراد به الشيء الكثير يطلق على الشيء الكثير فهو المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره واختاره بن جرير اللي قاله ألف دينار اللي قال إلى آخره الصحيح أن القنطار هو المال الجزيل سواء كان من الذهب أو من الفضة ثم قال والخيل المسومة الخيل يا أخواني كما جاء في الحديث تكون على ثلاثة أقسام من يربط أصحابها لسبيل الله يخزون بها أيام الغزو والخيل ما تحتاج إليها غزو عليها فهؤلاء يثابون وأناك أناس يربطونها للفخر والخيلاء وتارة يعني يربونها للتعفف إيش والاقتناء وهذا إذا ما نسي حق الله عز وجل فيها فله ذلك ثم قال الله عز وجل والأنعام يعني الإبل والبقر والغنم والحرث المسومة قبل أن ننسى المسومة يعني الراعية المسومة الخيل الراعية وقيل المسومة أي الطهمة الحساني يعني الخيلة جميلة ولا مانع من كلا الأمرين ولا مانع من كلا الأمرين والحرث يعني الزراعة ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة وش السكة البأمورة لا السكة هي النخل المصطف يعني أغلب الأخوة الموجدين أهل زراعة أنتم ترون النخل يزرع هكذا متعارض جرت العادة من قديم الزنا من الزمان أن إيش أن يجعل النخل مصطف وقوله مأبورة يعني ملقحة ملقحة فهذا يعني هذه الأشياء السبعة يا أخواني كما قلنا إذا نوى الإنسان النية الصالحة فيها هل يأثم يؤجر ولذلك عبر الله بقول زيّن الناس حب الشهوات قال ابن الجوزي رحمه الله وهذه الأشياء يعني السبعة المذكورة قد يحسن نية العبد بها فيثاب عليها وإنما يتوجه الذم إلى سوء القصد فيها وبها يقول ابن الجوزي رحمه الله وإنما يتوجه الذم إلى سوء القصد فيها ومها طيب زيّن للناس أين الفاعل من المزيّن الشيطان النفس الله ها كلكم تقولون هذه أقوال ها يعني هنا حذف حذف الفاعل فيصدق عليه ولذلك المفسرون قالوا يحتمل أن المزيّن هو الله عز وجل ومعنى تزيّن الله سبحانه وتعالى ذلك بإيجادها وتهيئة الانتفاع بها وإنشاء الجبلة على الميّل إلى هذه الأشياء اختباراً وابتلاءاً وقد وردت جملة من الآيات تسند التزيّن إلى الله عز وجل كما قال كذلك زيّنّا لكل أمة عملهم ويحتمل أن المزيّن هو الشيطان هنا لكن تزيّن الله هل هو مثل تزيّن الشيطان لا كما قال الله عز وجل وزيّن لهم الشيطان وزيّن لهم الشيطان وأعمالهم فصدّهم عن السبيل ومعنى تزيّنه بالوسوسة وتحسين أخذها من غير وجهها ولما حذف الفاعل يصدق على هذا وهذا فتزيّن الله سبحانه وتعالى بإيجادها وميل الجبلة إليها وتزيّن الشيطان ها بأن تُأخذ من غير وجهها من غير وجهها ثم قال الله سبحانه وتعالى ذلك متاع الحياة الدنيا هذه الأشياء متاع الحياة الدنيا وزهرتها الفانية والله عنده حسن المآبئ المرجع ثم قال قل أأنبئكم قل أأنبئكم أيها المؤمنون بخير من ذلك مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الأشياء ذكر بعدها ما هو خير منها أي أقصدوا بها وجه الله واعلموا أن ما عند الله خير من هذه الأشياء التي تتنافسون عليها قل أو نبئكم بخير من ذلك قل يا محمد للناس أو أخبركم بخير موزين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرات ونعيمها الذي هو وزائل للذين اتقوا عند ربهم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآبات لا يبغون عنها حولة وأزواج مطهرة من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتد نساء الدنيا ورضوان من الله شوفوا بدأ في النساء في المزين ثم أشار إلى إيش إلى الحور العين فأكثر مشاكل الناس يا أخوان إنما كما قال إنما ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء أضر على الرجال فالفتنة في النساء كثيرة نسأل الله العافية ورضوان من الله أن يحل عليهم رضوان فلا يسخط عليهم بعده أبدا ولهذا قال في الآية الأخرى في براءه ورضوان من الله أكبر والله بصير بعباد أن يعطي كل بحسب ما استحقه من العطاء ثم قال الله سبحانه وتعالى الذين يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار لما ذكر الله عز وجل الثواب ذكر صفات أهله مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله لما ذكر الثواب في قل أو نبلكم بخير ذكر صفات من يستحق هذا صفات من يستحق هذا الثواب وهم المؤمنون الذين يقول ربنا آمنا أي بك وبكتابك فاغفر لنا ذنوبنا أي بإيماننا بك وهذا من التوسل بالأعمال الصالحة وقنا عذاب النار ثم قال والصابرين في قيامهم بالطاعات وتركب المحرمات الصادقين فيما أخبروا به من إيمانهم القانتين والقنوت هو دوام الطاعة المنفقين من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعة وسلمة الأرحام والقرابات والمستغفرين بالأسحار دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار والعلماء منقسمون في قضي والمستغفرين منهم من قال الصلاة ومنهم من قال ذكر الاستغفار والصحيح أنه يشمل هذا وهذا فالصلاة تشتمل على الاستغفار فالجلسة بين السجدين يقول رب اغفر لي لكن جرت العادة أن الإنسان يختم عبادته دائما في الصلاة فإذا صلى صلاة الليل كان نبي سلم يجلس يستغفر الله تبارك وتعالى والاستغفار ليس لأنه فعل ذنبا لكن حتى يغفر له أو يسد به الخلل الواقع في العبادة وإذلك شرع لنا إذن تعينا من الصلاة أن نقول أستغفر الله قال الله عز وجل شهد الله شهد بمعنى حكم وقضى وقيل بين وقيل أعلم وأخبر وكلها حق فإن الشهادة متضمنة لهذه المعاني كلها ولهذا جاء التعبير بها هنا قال الله عز وجل شهد شهد الله أنه لا إله إلا هو فشهد الله عز وجل وشهد ملائكته وشهد كذلك أولو العلم قائما بالقصد فكرر وقال لا إله إلا هو فما فائدة التكرار هنا قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو ثم قال والملائكة والعلم قائما بالقصد لا إله إلا هو فما فائدة التكرار قال العلماء أن الأولى وصفٌ وتوحيد أن لو شهد الله أنه لا إله إلاه وصفٌ وتوحيد والثانية رسمٌ وتعليم أي قولوا لا إله إلا الله بعدما أيقنتم بها الآن قولوها ونحن نقول الآن لا إله إلا الله العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إخبارٌ من الله سبحانه وتعالى بأنه لا دين عنده يقبله يقبله من أحدٍ سوى الإسلام وهو اتباع الرسول فيما بعثه الله به في كل حين ولذلك قال في آيةٍ أخرى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ثم أخبر الله تبارك وتعالى وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله حقيقة لا إله إلا الله معنىه إيش؟ لا معبودة بحقٍ إلى الله ولذلك التقدير بحقه والصواب أما لا معبودة موجود هل هو صحيح؟ لا لأن المعبودات كثيرة لكن المعبود الذي بحقه منه؟ الله تبارك وتعالى ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت الحج عليهم ولذلك وقع اللوم عليهم فقال الله عز وجل وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم ثم قال الله عز وجل ومن يكفر بآيات الله أي من جحد ما أنزل الله في كتابه فإن الله سريع الحساب أي أن الله سيجازيه ومعنى سريع الحساب قال العلماء أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة وسيأتي بعدها يوم يوم الحساب وكل ما هو آتاً قريب ولذلك الله عز وجل سريع سريع الحساب سبحانه وتعالى ثم قال فإن حاجوك من هم؟ اليهود والنصارى والمشركون عموماً فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله لماذا قلنا يعني لماذا قلنا أنه يشمل الطواعف الثلاث كلها لأن الله سبحانه وتعالى قال بعدها وقل للذين أوتوا الكتاب من هم الذين أوتوا الكتاب؟ والأميين من هم؟ قريش لماذا سموا بالأميين؟ نسبةً إلى الأمية نسبةً إلى الأمية العرب ولذلك الكفار المشركون اليهود والنصارى ولذلك يسمون العرب الأمة الأمية كما قال الله سلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم استفهام معناه الأمر أي أسلموا وهذه الآية فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء أي الله عليه الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبهم وعليه مرجعهم بعض العلماء يقول هذه الآية نسختها آية السيف هذه من الآية يعني من الآية المية واربعطعش والصحيح أنها ليس هناك نسخ وأن القضية هنا ليست قضية حرب وإنما قضية إيش؟ محاجة وهو بيان المحجة بيان بيان الحق والله آية السيف آية ما اسمه؟ التوبة قول الله تبارك وتعالى لا لا فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم هذه يسمونها آية السيف التي هي نبذت عهود المشركين فكان النبي صلى الله عليه وسلم نبذ إليهم عهدهم وقاتلهم ثم قال الله سبحانه وتعالى والله بصير بالعباد أي عليم سبحانه ومن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة وهذه الآية كما قال بن كثير رحمه الله وأمثالها من أصرح الدلالات على معموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق ويشهد له قول الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود بعثت إلى الأحمر والأسود وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤم بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار كما رواه مسلم من حديه أبي هرير رضي الله تعبارك وتعالى عنه فهذه الآية وأمثالها تدل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نكون ثم قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق طيب قتل النبيين فيه حق وفيه بغير حق طيب لماذا قال بغير حق نقول قتل النبيين كله بغير حق لكن الله عز وجل هنا ذكر هذا القيد لبيان ماذا لبيان الواقع فقط وأنهم يقتلونهم بغير حق لبيان الواقع ثم قال ويقتلون الذين يأمرون بالقصد من الناس منهم الذين يأمرون القصد من الناس أتباع النبي فهم قتلوا من قتلوا النبي وقتلوا أتباعه وهذا في غاية الكبر ثم قال الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم والبشارة الأصل فيها أنها للخير لكن تأتي بالسياق تأتي أحيانا يفيد السياق أنها تهكما فبشرهم بعذاب يعني تهكما بهم هؤلاء الذين تكبروا وقتلوا الأنبياء وقتلوا أتباعا بشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين يوم أن الله عز وجل يعذبهم ولذلك ورد أنهم قتل بني إسرائيل قتلت في يوم واحد كم قالوا أنهم قتلوا في يوم واحد سبعين نبيا قاتلهم الله فهم قتلت الأنبياء عليهم لعائن الله يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا ألم ترى أي ألم تعلم فالرؤية هنا ليست بصرية ألم ترى يعني ألم تعلم إلى الذين أوتوا نصيبا يعني أعطوا نصيبا من الكتاب الكتاب اختلف فيه المفسرون على قولين القول الأول يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم القول الأول قيل التوراة ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله إلى كتاب الله قيل التوراة والإنجيل وهو ظاهر الآية وقيل يدعون إلى كتاب الله أي إلى القرآن قاله قتادة والراجح هو القول الأول أي ألم ترى يقول الله تبارك وتعالى منكراً على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابهم الذي بين أيديهم وهي التوراة والإنجيل إذا دعوا إلى التحاكم إليها تولى فريقٌ منهم تولى فريقٌ منهم وهم معرضون وقوله فريقٌ منهم دليل أن بعضهم قد إيش قد اهتدى أن بعضهم كعبد الله بن سلام وغيره قد اهتدى وهم معرضون لماذا؟ ما سبب إعراضهم؟ قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات يقولون هؤلاء يقول نحن لن تمسنا النار إلا فقط سبعة أيام عن كل ألف سنة في الدنيا يوم ثم تأتون أنتم أيها الأميون العرب وتخلفوننا فيها وتخلدون في النار حتى نروح لجنة هذا اعتقاد اليهود والنصارى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات يعني أياماً قليلة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياماً معدودات وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه ولم ينزل الله عز وجل به سلطاناً ليس لهم دليل على ما يدعون بل هو محظ افتراء كما ختم الله عز وجل هذه الآية وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ثم قال الله عز وجل فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه وقتلوا أتباع أنبياءه والله سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ولهذا قال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه لا شك في وقوعه ووفيت كل نفس أي أعطيت كل نفس ما كسبت من خير أو شر وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون ثم قال الله عز وجل قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ مُناسبة هذه الآية لما قبلها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المُتَضَمِّن قُدْرَةِ الله على نقل النُّبُوَّة التي تتبعها المُلْكَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إلى العرب فإن بني إسرائيل كانت فيهم النُّبُوَّة إلى أن الله عز وجل بعث من؟ بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم وهنا نقل النُّبُوَّة نقل المُلْك والنُّبُوَّة يتبعها المُلْك أليس كذلك؟ ألم تكن الخلافة للإسلام؟ سنين عديدة؟ فقال الله عز وجل قُلِ اللَّهُمَّ أيَّا مُحَمَّد توطئه أن الله سيعطيه وسينزع قل اللهم مالك المُلْك تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاء وتنزِعُ المُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاء وتُعِزُّ مَنْ تَشَاء وتُذِلُّ مَنْ تَشَاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يقول أحد الرؤساء رؤساء الدول الذين قد خُلِعوا من مملكتهم ومن دولهم يقول كنت لما خُلِعْت ورُمِيت بالسجن لم أقرأ هذه الآية حقيقة إلا بعد أن نزع الله مني المُلْك فأرأيت كيف الله قال وتنزع المُلْك مِنْ مَنْ تَشَاء نزعًا وتُعِزُّ مَنْ تَشَاء وتُذِلُّ مَنْ تَشَاء بيدك الخير فالله عز وجل حوَّل النبوة من بني إسرائيل إلى النبي القُرَشي العربي المكي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم وخصَّه بخصائص كثيرة ثم قال الله عز وجل بيدك الخير بعض المُفسِّرين قال إن الله بيده الخير والشر وحُذِف اكتفاءً بأحد الوصفين والصحيح خلاف ذلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك والشر ليس إليك فالشر لا يُضاف إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك جاء قال بيَّاديك إيش؟ الخير إنك على كل شيء قدير طيب خاتمة الآية يا أخواني مناسبة تمام التناسب لمحتوى الآية فإن إعطاء الملك ونزعه والإعزاز والإذلال كله إيش؟ بقدرة الله ولذلك ختم الآية بقوله إنك على كل شيء قدير ثم قال الله سبحانه وتعالى تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَار وتُولِجُ النَّهَارَ في الليل يعني تأخذ من طول هذا ها؟ فتزيده في قصر هذا فيعتدلان ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان وهكذا فصول السنة وهكذا فصول السنة نحن الآن بدأ النهار عندنا يقصر والليل يطول عندنا الشتاء نحن في هذه المنطقة الليل طويل والنهار قصير فهذا هذا هو إلاج الليل في النهار ويأتي لنا يوم إيش؟ حتى في بعض البلاد الغربية يا أخواني الليل كم يصير؟ وقد زرت بعض هذه البلاد يعني ما بين أذان المغرب إلى صالة الفجر لا يتجاوج ثلاث ساعات والباقي نهار والباقي نهار فالله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يصلون المغرب ينتظرون قليلا يصلون العشاء ينتظرون قليلا يصلون الفجر لأنه ليس عندهم ليل ثم يأتي عندهم فالنهار يعني قرابة من عشرين أو واحد عشرين ساعة ثم يأتي في أوقات يكون النهار عندهم ست ساعات فقط والليل طويل ولذلك حتى أصبعوا عندهم عيادات يسمونها عيادات كآبة إيش كآبة الليل بعضهم في بعض المناطق ما ظهر عند ستة أشهر ليل ستة أشهر نهار وهذا ما أقول قدرة الله سبحانه وتعالى ثم قال وتخرجوا الحي من الميت وتخرجوا الميت من الحي تخرجوا الحبة الحبة إيش ميت الحبة ميت ثم يخرج منها نباتا أخضر مزدهرا والزرع من الحبة فالزرع هذا يخرج كذلك حبوبا والنخلة من النوات والنوات من النخلة والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة سبحان الله تخرجوا الحي من الميت وتخرجوا الميتة من الحي ثم قال سبحانه وترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه وتقتر على آخرين لمالك في ذلك من الحكمة والإرادة لأن من الناس يا أخواني من لا يصلح له إلا الفقر لو كان غني لا بطر ومن الناس من لا يصلح له إلا الغناء وهكذا نجد سبحان الله بعض الفقر إذا 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 أغناه الله ما يتذكر فقره أهيش تجد عنده من البطر الشيء الكبير أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك شكرا